عمل في قلب المدينة تعني في قلب مثلا في قلب الغابة في قلب المنتزة في قلب الصورة في قلب الدول ديس والدس ديس باكس ديس بيلدس ديس لندس ديس شتات كلها في الجينيتيف ليزا هات اينشتلة السابتكارين ليزا عندها وظيفة صيدلانية اينشتلة هابنالس تستخدمها لكي تصفى مهنة شخص ما ديشتلة معناها في هذا السياق المهنة الوظيفة او المنصب ماكس هات اينشتلة السفر كيفة ماكس عنده وظيفة بائع كل صباح تقوم بجلب أطفالها بواسطة أو باستخدام سيارتها الحمراء إلى المدرسة الفعل بغنغن في هذا السياق معناه جلب يجلب موقعه هو الثاني في الجمل الرئيسية يكون الفعل دائما في الموقع الثاني يدن موغن تعتبر عنصر واحد ويأتي بعدها الفعل مباشرة حرف جرميت نستخدمه مع وسائل النقل داس أوتو ديم أوتو في الضاتيف أين أوتو أينم أوتو في الضاتيف إيغم ضمير الملكية هي في الضاتيف عندما يكون الإسم بأداة تعريف داس أو دير كما في هذا المثال داس أوتو إيغ أوتو سيارتها إيغم أوتو سيارتها ولكن في الضاتيف الصفة غوت أضفنا إليها إي أن في آخرها عندما يكون عندنا الضاتيف ويكون في الجملة إما أداة تعريف أو أداة تنكير أو دمير ملكية نضيفه للصفة إي أن في آخرها إيش هلف ديم كلاينا كند إيش هلف أينم كلاينا كند إيش هلف ديم ألتن من إيش هلف أينم ألتن من إيش هلف مينن كلاينا كندان إيش هلف مين نتن موتا في القصة عندنا ضمير ملكية إذن إذا كان عندنا أداة تعريف تنكير أو ضمير ملكية نضيفه للصفة إي أن في آخرها في الضاتيف الاستثناء في الضاتيف يكون عند استعمالنا الأسماء بدون أدوات تعريف وبدون أدوات تنكير لأننا في بعض الحالات نستخدم بعض الأسماء بدون أدوات تعريف وبدون أدوات تنكير ثم تذهب إلى العمال حرف جارتسو نستخدمه مع الأماكن ومع الأنشطة مع الأماكن عندما نقصد الذهاب إلى مكان معين يعني لا نقصد إلى داخل أسواره إليه فقط إيش غيه تسو شول إيش غيه تسو بانهوف إيش غيه تسو أبوتيك إلى آخره والأنشطة إيش غيه تسو آبايت إيش غيه تسو شبورت إيش غيه تسو مالن تعمل ليزا في صيدلية دي أبوتيك أين أبوتيك أين أبوتيك في الضاتف دي إمت سنتخوم در شتات ليكت التي تقع في وسط المدينة دي تعود على الصيدلية هو اسم موصول يعني التي دست سنتخوم وهو الوسط دير شتات هنا عندنا الجينيتيف دي شتات تصبح دير شتات في الجينيتيف عند استخدام الأسماء الموصولة نضع الفعل في آخر الجملة الفعل لقن يأتي هنا بمعنى يوجد أو يقع تستخدمه لكي تصف موقع مكان ما ليزا لبت مت ايرن كندان تعيش ليزا في منزلين مع أطفالها الذي يستأجرونه في النوميناتف تصبح ايرن كندان في الضاطيف ايرن ضمير الملكية هي في الضاطيف عندما يكون الاسم في الجمع داس اسم موصول يعود على المنزل ميتن يعني استأجر يستأجروا يدن مونات تصالن زي ميتة عند نيبن كوستن كل شهر يدفعون الإيجار والتكاليف الإضافية أو الجانبية تصالن أو بتصالن يعني دفعا يدفعو هنا أيضا الفعل في الموقع الثاني يدن مونات تصالن زي أو زي تصالن يدن مونات دائما الفعل يبقى موقعه هو الثاني دي ميتة وهو الإيجار دي نيبن كوستن وهي التكاليف الجانبية أو الإضافية دي كوستن تعني التكاليف دي نيبن كوستن زيند فور فسا التكاليف الجانبية هي من أجل الماء شتخوم الكهرباء هايتسون التدفئة غينيقون التنظيف و جمع القمامة داس فاسا الماء دي شتخوم الكهرباء دي هايتسون التدفئة دي غينيقون التنظيف دي ميلا بفور جمع القمامة ليزا مك نيشت نور دي لاغ دي ساوزس لا تحب ليزا فقط موقع المنزل دي لاغ وهو الموقع دي ساوزس هنا عندنا الجينيتيف داس هاوس تصبح دي ساوزس في الجينيتيف زندان او دين جروسن جاتن بل ايضا الحديقة الكبيرة الصفة جروس اضفنا اليها ايان في اخرها ولكن ليس عندنا الداتيف دي غاتن يعني الحديقة تصبح دين جاتن في اكوزاتيف هنا عندنا اكوزاتيف لاننا عندنا الفعل ميغن فعل بلوس اكوزاتيف الجملة في الحقيقة هي ليزا لا يعجبها فقط موقع المنزل بل ليزا تعجبها ايضا الحديقة الكبيرة ولكن لاننا عندنا نفس الفعل ونفس الفاعل الفاعل هو ليزا والفعل هو ميغن لا نقوم باعادتهم عندما يكون عندنا اسم الادات تعريف دي في اكوزاتيف يصبح دين ونضيف للصفة ايان في اخرها ليس فقط بل ايضا يمكنك استخدامها للربط بين الجمال لا احب فقط التفاح بل ايضا الموز هنا ايضا لم نقوم باعادت الفاعل والفعل التقس ليس فقط دافئ بل ايضا مشميس هنا ايضا لم نقوم باعادت الفاعل والفعل السيدلية السيدلية مملوكة من طرف ليزا واختها ايغا شفستا ايغا ضمير الملكية هي في الضاتيف عندما يكون الاسم مؤنث هنا عندنا الضاتيف لان الفعل جهورن في الضاتيف تستخدمه في السياق ان شيئا ما ملكك يعود لك او ينتمي لك داس او تو جهورت ماينم فاتر السيارة ملك لأبي داس هاوس جهورت انس المنزل ملكنا يعود لنا زي هابن زي فون ايغا مفاتا جياربت لقد ورثوها عن ابوهم الفعل اربن يعني ورثة يريثو حرف جرفون دائما نستعمله بلوس داتيف دير فرية او ابوتيكا الذي كان ايضا فيما مضى صيدلاني فرية يعني سابقا او فيما مضى دير اسم موصول يعود على الاب زي كمان زيخ ام ايرو كندن يهتمون بزبنائهم زيخ كمان ام الاهتمام بشخص او شيء ما حرف جرؤوم دائما يستخدم بلوس اكوزاتيف زي كمان زيخ ام دي بلومن هي تهتم بالازهار زي كمان زيخ ام دي كندة يهتمون بالاطفال دي كندن وهم الزبناء او العملاء ويعرفون الكثير من الناس في المدينة الفعل كان هو فعل بلوس اكوزاتيف معناه عارف يعرفه ايش كنو اين انا اعرفه زي كند دسليد هي تعرف الاغنية ترجمة نانسي قنقر